اشتركوا في القناة عن 420 مليون سنة واستطاعت التكيف مع ظروف البيئة المتغيرة باستمرار حتى الان تم وصف اكثر من 2500 نوع من العقارب يمثلون 22 فصيلة معروفة حتى الان العقارب موجودة في كل قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية في بيئات مختلفة تتوزع بين الغابات الاستوائية المطيرة والاراضي العشبية والصحاري اعلى ارتفاع تواجدت فيه العقارب هو 5500 متر في جبال الانديس العقارب ليلية وتفضل الانفرادية وعادة ما تبقى في نفس المنطقة طوال حياتها تحفر العقارب ملاجئ لها تحت الحجارة يبلغ طولها بضعة سنتيمترات من الجائز ايضا ان تستخدم بعض العقارب جحورا صنعتها حيوانات اخرى مثل العناكب والزواحف والتديات الصغيرة للعقارب تمانية ارجل تتميز بوجود زوج من كماشة الامساك وذيل ديق مجزع وينتهي دائما بابراء الاختلافات الجنسية لدى العقارب قليلة وعادة ما تكون الذكور اكثر رشاقة ولديها ذيول اطول من الانات يبلغ متوسط حجم العقرب حوالي 6 سنتيمترات اما اطول عقرب في العالم فهو العقرب السخري الموجود في جنوب افريقيا يبلغ طوله 21 سنتيمتر عقرب الامبراطورة الاسود هو عملاق العقارب وهو نوع افريقي موجود في غينيا يبلغ طول جسمه حوالي 18 سنتيمتر وكتلته تصل الى 60 جراما اصغر العقارب هو العقرب الموجود في منطقة الشرق الاوسط تتغدى العقارب بشكل اساسي على الحشرات واللا فقاريات الاخرى لكن بعض الانواع تأكل الفقاريات عندما يكون الطعام نادرا يمتلك العقرب قدرة مذهلة على ابطاء عملية الهضم الى اقل من ثلث المعدل المعتاد للمفصليات تستخدم العقارب الكماشة لتعطيل وقتل الفريسة ويستخدم العقرب اللضغة السامة لقتل الفريسة وايضا للدفاع عن نفسه قد تكون لضغة العقرب مؤلمة او حتى مميتة في بعض الاحيان من بين 2500 نوع من العقارب في جميع انحاء العالم يوجد حوالي 30 نوعا فقط لديها سم قوي بما يكفي لقتل شخص ثم العقرب هو خليط من المركبات بما في ذلك السموم التي تؤثر على الجهاز العصفي للضحية العقارب طويلة العمر مقارنة باللا فقاريات الاخرى فتصل معظم العقارب الى مرحلة النج في غضون واحد الى ثلاث سنوات وتعيش من اثنان الى خمس سنوات كبالغين ويبلغ متوسط عمر العقرب من ثلاث الى ثماني سنوات يتم استهلاك العقارب كغذاء في غرب افريقيا ومينمار وشرق اسيا في تلك البلاد يتم طهي العقارب واكلها بعدة طرق مثل التحميس او القلي او الشوي او حتى نيئ ترجمة نانسي قنقر